صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة أفر أرم في أولى رحلاتها البحرية وذلك عبر قناة السويس الجديدة ووجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بتعين قاطرتين مصاحبتين ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة وذلك لضمان عبور السفينة بأمانة وأكد الفريق ربيع أن عبور السفن الحاويات الأكبر عالميا للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة